اشتركوا في القناة يابل ما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى في اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابي يعني رب ضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا ام لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم نذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحديث ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجه بسمع برجه وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس ست الشهر ست ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا وهو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل في لغاية فجر يوم الاثنين هاي كل هالفترة اللي هي سبته احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة وراح تظل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تتشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من جبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بيمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة والها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايشي لعب العاصير اله علاقة بالبركين اله علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا ايشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن ايشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت تحكي خلينا نروح على توقعاتنا على الابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج العذراء طبعا اول ايشي رح نحكي عنه احنا رح نبدأ من البيت الخامس عندك وبما انه البيت الخامس اللي هو الجدي وموجود في زحل والمشتري بلوتو بيتراجعوا وبرضو مشكلات زوايا مع المريخ فعشان هيكي الوضع العاطفي مازال متقلب عندك ما ماشي ممكن انه اجيب لك فرص عاطفية او لقاءات عاطفية او اهتمامات عاطفية بالفترة هاي الا انه تقلب المزاج في بعض الاوقات او الظروف اللي ممكن تكون ضاغطة تسبب بعض الخلافات او الرغبة بالتحكم او البرود في عواطفك اتجاه الطرف الاخر ما تعرف تعبر عن عواطفك بشكل جيد ممكن تفتح بعض الخلافات او النقاشات او الحوارات ما بينك وبين احد الابناء او احد الوالدين حاول انك ما تتصلب برأيك وما تكبر الامور زيادة عن اللزوم حاول تستغل الامور العاطفية وتقارب بوجهات النظر العاطفية عشان الامور تصير دعم للك بشكل قوي ولا مصلحتك اما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراكة نحكي عن نبتن نبتن لانه بتراجع ولكن الفترة الاسبوع هذا ايجابي في وضعه فعشان هيك بتدعم على مستوى العلاقات وخصوصا ما بينك وبين الشريك شريك المال او العاطفي ممكن يقارب بوجهات النظر ما بين الازواج ممكن تصلوا لحل معين او تتراجع عن قرار معين ولكن الاهم ما تكبره الخلافات العلاقات الضعيفة بالفترات اللي زي هيك عادة بتكون عرضة لمشاكل كبيرة او لا انفصل اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا المريخ موجود والمريخ بيدفعك باتجاه الاموال المشتركة فممكن رغبة باموال الغير او رغبة بامور الها علاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين او حل مسائل الها علاقة بالقروض والديون اهمش انك تبعد عن المسائل القانونية والمخالفات القانونية وممكن برضو تعمل لك نوع من انواع القلق على مستوى احد افراد العائلة بالفترة هاي اهم شي انك تراقب وضعك الصحي بشكل جيد وفي نفس اللحظة راقب الاوراق القانونية والمتطلبات القانونية بشكل جيد وحافظ على مقتنياتك من السرقة او ضياع ادير بالك من المحتالين والنصابين اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا اورانوس اورانوس الموجود اللي برضو بعزز بعض النقاط بشكل مفاجئ بيجيب لك اما معرفي مع شخص خارج البلاد او اجنبي او ممكن تواصل مع اجانب او دراسي او مقاعد دراسي او ممكن يجيب لك امتحان يمتحن قدراتك هل انت جاهز ولا لا ممكن تدخل بدورات جديدة او دراسة جديدة او فكري جديد او الاطلاع على ثقافة جديدة في منك رح يهتم ببعض المسال القانونية او المعاملات القانونية اللي شوي بتطلب منه نوع من انواع الاهتمام والجهوزية لانه ما بتضمن ايش النتائج اللي ممكن يحققها اورانوس لانه هذا العلاقة بالمفاجآت ومفاجآت عادة يا بتكون ايجابية يا بتكون سلبية اما بالنسبة لبيتك 11 فاحنا منحكي هون عن الزهرة فعشان يكي بدك تكون جاهز لعلاقات اجتماعية ولقاءات وصداقات ومعارف ودعم من بعض الاصدقاء لايلك الفترة هاي حافلة بالنشاطات وممكن من خلال هاي النشاطات او العلاقات الاجتماعية تتعرف على حد او اعلاقة كبيرة او تتطور او زواج تقليدي يصير من خلال مناسبة معينة حاول انك تستغل علاقاتك الاجتماعية اذا وجهت لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اظهر للعلن انطلق وحاول انك تحقق انجازاتك من هاي المناسبات اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا عطارد الان موجود بعطيك ايجابية والشمس موجود شوي بتعمل تقلبات عندك فعشان هيك الفترة ما زالت ضاغط عليك مش لمصلحتك صحيح انه عطارد صاري بيجد لك بعض المخارج او بدعمك في بعض النقاط بعزز من ثقتك بالنفس بعضيك قدرة على انجاز كثير من الامور اللي لها علاقة بالعمل او بالصحة او مراقبتها او الحركة او النشاط يعني بدفعك ولكن الشمس وجودها دائما كل سنة في هذا المكان بتسبب نوع من انواع الارباك يعني بتعطي المسائل او بتخليك تكشف ناس خبثاء بتعاملوا معك او ناس بتحتال عليك ناس بتتآمر عليك يعني هاي الاجواء اللي الشمس دائما بتغربلها كل سنة عشان تطلع انت بنتيجة انه تبدأ سنة بتكون لمصلحتك باوراق جديدة وملفات جديدة اما بالنسبة لتوقعات الاسبوعية من صباح يوم الاربعاء اللي هو الامس القمر صار موجود بالحوت حتى ظهر يوم الجمعة يعني مقابلك مباشرة فبتتراها تركز جهودكم حول تدعيم شركاتكم فترة مناسبة للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة اللي هم الازواج حاذر من مشاكل مع الشريك في العمل والحياة هاي فترة شائكي اهمش انك ما تجازف فيها اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فاحذر من الكلام الجارح تتمتع بطاقة كبيرة لكنها بحاجة للانضباط من ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود بالحمل حتى فجر يوم الاثنين بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب الوصلة بشراكة او تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والارشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة كون متفاهم لأوضاع الآخرين ولأراءهم اتجنب الكلام الجارح وكون دبلوماسي من فجر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالثور حتى عصر يوم الاربعاء بيصلكم خبر من بعيد وبتنجحوا في السفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وفرص النجاح بتصير بشكل كبير وبتعود للامساك بزمام الأمور هاي فترة ايجابية جدا بتسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر او تجاوب معك هاي الفترة ممكن تحمل يعني أمور الها علاقة بسفر او باتصالات خارجية من عصر يوم الاربعاء القمر بصير موجود بالجوزاء حتى منتصف ليل الجمعة على السبت حافظوا على سمعتكم وانجازاتكم القائمة في مجال العمل اقدم افضل ما لديك لعلك تحقق انجاز او تحرز تقدم مفاجئ ما بتهدأ او ما تهدد سمعتك بالخطر لان الفترة هاي انت ما رح تهدأ من كثرة النشاط ممكن تحمل لك هاي الفترة قلق بشاء لقاء او وضع احد افراد الاسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون اسهل واقل ارباك اذا كنت انت جاهز من منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بصير موجود بالسرطان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة اتجنبوا انتقاد احدهم بناسبك العمل من ضمن مجموعة من الزملاء او الاهل انت بحاجة للتحالفات بتفرح لتفاهم الاخرين لالك وبتحصل على تأييد وممكن تشارك في ورشة عمل هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة